تحلم كل فتاة تمتلك موهبة التمثيل أن تصبح فنانة معروفة ومشهورة بين الجمهور ولكن بكل أسف الفنانة حبيبة قد حصلت على الشهرة ولكن ليس بسبب الفن أو التمثيل ولكن بسبب اتهامها في قضية هزت الوسط الفني والرأي العام وحبيبة من الوجوه المصرية الشابة والتي ولدت في يوم 28 سبتمبر في عام 1976 في محافظة القاهرة واسمها بالكامل حبيبة محمد سعيد سالم وكان مثلها مثل أي فتاة موهوبة تحلم بالشهرة والمجد وقد حصلت الفنانة حبيبة على الفرصة الأولى في التمثيل عندما شاركت الفنان فؤاد المهندس في فوزير عام فؤاد في فترة التسعينات وكانت الفوزير عبارة عن حلقات تقدم النصائح للأطفال وتربية الأبناء وكانت هذه الفوزير من أنجح الأعمال في ذلك الوقت وكانت التجربة الأولى لحبيبة على المسرح من خلال تقديمها للحكاية الشهيرة ذات الرداء الأحمر وقد لقت هذه المسرحية نجاحا جماهيريا كبيرا عند عرضها كما شاركت أيضا في مسرحية بهلول في اسطنبول مع الفنان سمير غانم والفنانة جهان نصر كما قدمت في هذه الفترة عددا من الأعمال السينمائية ومن أبرز هذه الأعمال فيلم شباب تكوي مع الفنان أحمد عز والفنان ماجد الكدواني كما شاركت بدور صغير في فيلم كان يوم حبك كما قدمت مسلسل أهضل صار وقد جمعت بينها وبين رجل أعمال قطري قصة حب كبيرة وذلك عندما كانت تشارك في مسرحية بهلول في اسطنبول ويدعى عطلة جعفر عطلة وتم الزواج بينهما في عام 1998 ولكن هذا الزواج كان زواجا سريا وطلب منها أن يكون هذا الزواج سريا بسبب ظروف عمله فكان من الصعب الإعلان عن الزواج في ذلك الوقت وأكدت حبيبة أنها وفقت على الزواج منه لأنها أحبته كثيرا ولم يكن الهدف ماديا وقامت بإعلام والدتها بالزواج ولكن والدها كان لا يعلم أنها تزوجت سريا لأنه كان رفضا للزواج تماما بهذه الطريقة مثل أي أب وكانت حبيبة على دراية كاملة بظروف عمل زوجها وكانت تدرك حينها أنه يمكن أن يسافر لعدة أيام دون أن يخبرها بسبب طبيعة عمله وكانت تقدر هذه الظروف جيدا ولكن في شهر ديسمبر من عام 1998 انقلبت حياة حبيبة رأسا على عقب وذلك بعدما علمت حبيبة بمقتل زوجها في حي الهرم فكانت حبيبة حينها لم تر زوجها لمدة 12 يوما ولم تحاول التواصل معه لأنها اعتقدت أن الظروف عمله تحتم ذلك وكان يعاني في ذلك الوقت من الكثير من المشاكل المادية ولم تعلم حبيبة حينها أنها سوف تكون المتهمة الأولى في هذه القضية وبعد التحريات التي قامت بها المباحث المصرية تم وضع خمس أشخاص تحت الملاحظة بسبب قربهم من وضع الإدانة وبعد الكثير من البحث والإجراءات القانونية تم اتهام حبيبة اتهام صريح بقتل زوجها ووجهت الشرطة الاتهامات لحبيبة بسبب خلافات بينها وبين زوجها في ذلك الوقت وتحت وطأة التعذيب وتلفيق الاتهامات بواسطة الزابط الذي أكبرها أن تعترف على نفسها بأنها من ارتكبت هذا الحادث وهددها أنها لو لم تعترف سوف يقوم بهدك عرضها وسوف يقوم أيضا بتلفيق الاتهامات لعائلتها وبالفعل قامت بالاعتراف على نفسها رغم أنها كانت مظلومة وقد عقبت محكمة جنيات الجيزة الفنانة حبيبة بالسجن عشر سنوات وكانت هنا بداية النهاية حيث أصبح العديد من الصحف والمجلات العربية تقوم بنشر أخبار حول هذا الحادث وأصبحت في ذلك الوقت حملة تشويه كبيرة حول هذه الفنانة وأصبحت الفنانة التي لم تبدأ مشوارها الفني بعد قاتلة في نظر الجمهور وظلت الفنانة حبيبة في السجن خمس سنوات وكانت في حالة نفسية سيئة جدا وهذا لأنها دخلت السجن بتهم بريئة منها ولم ترتكبها وقد عانت معاناة مريرة في ذلك الوقت ولكن إن ينصركم الله فلا غالب لكم فبعد كل هذه السنوات من العذاب داخل السجن والتي قضتها ظلما ظهرت براءة حبيبة وعدم إدانتها بقتل زوجها فبعد مرور كل هذه السنوات على القضية ذهب أحد الجناء إلى الصغة حتى يبيع ساعة وكانت هذه الساعة تخص المجن عليه زوج الفنانة حبيبة وهذه كانت البداية التي مكنت السلطات المصرية من القبض عليه وقد اعترف بارتكابه للحادث واعترف على شركائه كما صرح أن حبيبة ليس لها علاقة بهذا الحادث على الإطلاق وأنها بريئة ولا دخل لها بما حدث مطلقا وكانت براءة الفنانة حبيبة مفاجأة كبيرة لجميع الجماهير العربية والمصرية وكانت سعادة وفرحة أسرة حبيبة لا توصف لأنها خرجت من السجن وكانت مظلومة ولم ترتكب أي زنب على الإطلاق يجعلها تظل كل هذه المدة داخل السجن وبعد خروجها من السجن نصحها بعض الأهل والأصدقاء المقربين برفع دعوة تعويض لما تعرضت له من تعذيب داخل السجن حيث صرحت أنها تعرضت للتعذيب داخل السجن بالإضافة إلى تهديدها بهت كعرضها مما جعلها تعترف بجريمة لم ترتكبها وبالفعل قامت حبيبة برفع الدعوة القضائية وتمكنت من كسب قضية التعويض وقضت محكمة استئناف القاهرة بإلزام مزارة الداخلية مبلغ مليون جنيه مصري وذلك تعويضا للفنانة حبيبة عما حدث لها داخل السجن وأوضح بيان رسمي عن دفاع الفنانة حبيبة أن هذا الحكم استند إلى عدة نقاط وهي مخالفة الزابط لمهام وظفته وكان واجبا عليه إجراء التحريات اللازمة للقبض على الجناه وتقديمهم للعدالة إلى أن تقصيره في مهام وظفته جعله يرتكب جريمة شنعة وهي حينما قام بتعذيب المجنة عليها لإجبارها باعتراف جريمة لم ترتكبها كما أشار الدفاع أن ما فعله السجن هو ضياع لمستقبل الفنانة وأن المنتجين والمخرجين قد ابتعدوا عنها ولم يتعاونوا معها بعد هذا حتى بعد ظهور البراءة والإفراج عنها بالإضافة إلى سوء حالتها الصحية داخل السجن بسبب التغذية السيئة التي تقدم للسجينات بالإضافة إلى مصاريف المحاميين التي قامت بصرفها على جريمة لم ترتكبها إلى جانب الإزاء النفسي الكبير والبدني الذي تعرضت له وبالتأكيد الفنانة حبيبة تستحق هذا المبلغ وأكثر وهذا لأنها تحملت وعانت الكثير وكانت مظلومة وقصة حبيبة بتعرفنا أن ربنا دايما مع المظلوم ولازم ينصره ولو بعد حين وإن الظلم لابد أن يكون له نهاية في يوم من الأيام مع خالص الأمنيات القلبية للفنانة حبيبة بكل السعادة وكل التوفيق وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر